ردود فعل مرحبة أثارها أعلان المجلس الرئاسي عن تشكيل حكومة الوفاق الوطني المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا مارتين كوبلر كان أول المهنئين بالخطوة كما طالب مجلس النواب بالاجتماع بسرعة لإقرار الحكومة الممثلة السامية للسياسة الخارجية والدفاعية بالاتحاد الأوروبي فيدريكا موغريني وصفت أعلان تشكيلة حكومة الوفاق الوطني بالقرار المهم ورأت فيه خطوة أساسية لتطبيق الاتفاق السياسي موغريني دعت مجلس النواب إلى إظهار روح القيادة وإقرار الحكومة طبقا للاتفاق السياسي فيما دعت كافة الفاعلين إلى إعلاء مصلحة ليبيا وشعبها فوق كل اعتبار وأكدت جاهزية الاتحاد الأوروبي لدعم الحكومة وزير الخارجية لطاليب أولوجينتلوني رأى أن هذا تطور حاسم رغم أنه يندرج ضمن وضع ما يزال هش واعتبر أن هناك فرصة فعلية لتحقيق الاستقرار في ليبيا ودع الجميع إلى انتهازها مؤكدا جاهزية إيطاليا للقيام بنصيبها من هذه المهمة السفير البريطاني بدوره رحب بالإعلان وأكد أن الحرب ضد ما يعرف بتنظيم الدولة تمثل أولوية داعيا مجلس النواب للمصادقة على الحكومة عربيا رحبت الخارجية المصرية بتسمية أعضاء الحكومة ودعت جميع الأطراف الليبية إلى الاستمرار في بناء التوافق الوطني ونبذ الخلافات والتوحد خلف جهود مكافحة الإرهاب واستعادة الاستقرار والسلام في ليبيا سلسلة مواقف مرحبة ربما تعكس حجم الانتظارات من حكومة الوفاق التي أعلنت بعد مفاوضات عسيرة والتي تعلق عليها الآمال في إعادة توحيد البلاد وإرساء السلم على الرغم من التحديات الكبيرة والكثيرة ترجمة نانسي قنقر